مساء الخير استمر تأثر المملكة نهار اليوم بالمنخفض الجوي كانت الأجواء ماطرة في العديد من المناطق وتساقطت السلوج فوق المرتفعات الجنوبية العالية وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان لتمن درجات رح ننتقل لصور الأقمار الاصطناعية تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى ابتعاد المنخفض الجوي والسحب الماطرة بعيدا عن المملكة هذه الليلة رح ننتقل لكميات الأمطار المسجلة خلال المنخفض الجوي بداية أنه إربط 55 ملي متر عجلون 62 ملي متر البلقاء 88 ملي متر غرب عمان 100 ملي متر مادة 57 ملي متر الكرك 28 رشادية 19 الشرع 14 وزرقاء 20 ملي متر وشرق عمان 75 ملي متر رح ننتقل لخرائط الضباب تشير خرائط الضباب إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل مما يؤدي إلى تشكل الضباب في العديد من مناطق المملكة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق بالنسبة لهذه الليلة رح تكون الأجواء باردة وضبابية مع احتمالية تشكل الإنجماد والسقيع في نطاق واسع من المملكة رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان لثلاث درجات غدا النهارا رح تكون الأجواء مستقرة وباردة ورح توصل درجات الحرارة خلال ساعة النهار لا تمانية باللير رح تنخفض لأربع درجات يوم الاثنين والثلاثة رح تكون الأجواء باردة مع احتمالية تطول زخات من الأمطار رح توصل درجات الحرارة خلال ساعة النهار لعشرة باللير رح تنخفض لخمس درجات ورح تكون الأجواء باردة رح نستعر درجات الحرارة في المدن الأردنية بداية رح نكون بجرش 3 درجات غدا 10 المفرق درجتين غدا 11 عجلون 3 غدا 9 إربد أربعة وغدا 11 وأجواء ضبابية الصلط 5 درجات أجواء ماطرة غدا 8 زرقاء ومطار ملك علياء 3 غدا 11 البحر الميت 9 درجات وغدا 13 وأجواء غالبا مشمسة جبال الشراء أجواء شديدة البرودة درجة واحدة غدا 5 طفيلة درجتين غدا 6 الكاركس صفر مئوي غدا 6 مادة باتلت درجات وغدا 9 درجات وأجواء باردة البترة ومعان درجة واحدة مع احتمالية التشكل الصقيع والانجماد غدا 9 واديرام 6 غدا 11 العقبة 10 وغدا 16 وأجواء معتدلة رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية بداية رح نكون بدمشق النهارين 12 ليلة درجتين بيروت 17 ليلة 12 القدس 10 ليلة 6 القاهرة 18 وليلة 10 درجات وأجواء باردة بغداد 16 ليلة 6 لكويت 18 ليلة 11 المنامة رياح نشطة السرعة 18 ليلة 13 الدوحة 18 وليلة 12 وأجواء معتدلة رح توصل درجات الحرارة بأبو ضبيل 22 أجواء معتدلة ليلا 18 رياض 17 ليلة 6 صنعة 20 ليلة 7 مسقط 26 وليلة 16 وأجواء معتدلة ملخص الطقس لهاي الليلة ولا غدا نهارا رح يكون في ضباب كثيف هاي الليلة في أغلب مناطق المملكة تشكل الإنجيمات في جنوب المملكة ومناطق واسعة وتقس مستقر يوم غدا السبت بالنسبة للتحذيرات الجوية لهاي الليلة وغدا نهارا نوصي باستخدام الآمن لوسائل التدفئة نحضر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ونحضر من تشكل الإنجيمات في المناطق الجبلية العالية وباقي مناطق المملكة ترجمة نانسي قنقر